من منزل إلى منزل تخذ قوات سوريا الديمقراطية قصد المعارك ضد تنظيم داعش داخل مدينة الطبقة الواقعة على نهر الفرات معارك لابد منها يقول قادة قصد المدعومة من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة للسيطرة على المدينة التي تضم سد الطبقة أهم منشأة استراتيجية في سوريا قبل التوجه إلى الرقة التي أعلنها التنظيم عاصمة لخلافته المزعومة ولم يطل الأمر بقوات قصد قبل تحقيق تقدم كبير ضد داعش في الطبقة حيث يؤكد المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض أنه بعد نحو أسبوع على بدء المعارك باتت قصد تسيطر على أكثر من نصف المدينة حالياً نحن مهاجمينهم من ثلاث محاول من الجهة الجنوبية والشرقية والقربية الجهة الشمالية الرفاق محاصرين هنا حررنا عايد صغير جبل عايد الإسكندرية المقادر دوار العجراوي ولكن أشد ما يؤرق قوات سوريا الديمقراطية وتحديداً وحدات حماية الشعب الكردي التي تشكل أحد عمدتها البارزة في زحفها ضد داعش في سوريا هو اضطرارها لتأمين خطوطها الخلفية من الهجمات التركية التي باتت حدثاً شبه يومياً في الأونات الأخيرة فأنقر التي تصنف وحدات الحماية كواجهة لحزب العمال الكردستاني وتتهمها بالسعي لإقامة دولة كردية قرب حدودها لم تتردد في تبني قصف مواقع حدودية القوات الكردية ودخلت الحدود السورية التركية في الساعة الأخيرة وسط دوامة من القصف المتبادل بين الجانبين في وقت تعهدت تركيا بمواصلة عملياتها ضد الوحدات سنضطر إلى مواصلة هجماتنا ضد وحدات الحماية الكردية مثل ما فعلنا في سنجار وقراشوك لن أحدد مواعيد لتحركاتنا لكنهم سيعلمون أن الجيش التركي قادر على الوصول إلى مثل هذه المناطق في أي وقت موقف قد يدق إسفينا جديدا بين أنقرة وواشنطن التي بدأت بنشر قوات أمريكية عند الحدود السورية التركية الواقعة بين مدينتي المالكية وعين العرب كوباني شرق سوريا في محاولة لفض الاشتباك بين حليفها الأطلسي من جهة وحليفها في الحرب على تنظيم داعش من جهة أخرى